النادي الاهلي دخل في مفاوضات سرية جادة مع تريزيجيه وهناك كلام جدي جداً مع تريزيجيه النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب يسعى الفترة القادمة قلت لحضراتكم قبل كده فيه لعيب أو اتنين لعيبة كبار كبار هيكونوا موجودين في الانتقالات القادمة تريزيجيه ممكن يكون في مرحلة جس النبضة حالياً ولكن هو على ردار النادي الاهلي بشكل كبير وفيه مفاوضات مفتوحة وفيه لعب خلص بالفعل السنة الجاية النادي الاهلي حيكون فيه مهاجم قوي السنة الجاية النادي الاهلي حيكون فيه مهاجم قوي الأمور حتكون مختلفة السنة اللي جاية ده ما يخص أخبار النادي الاهلي